أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم المواطنين بمناسبة عيد الأطحى المبارك واستمراراً لهذا الدور وزعت الوزارة عبوات ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات لتخفيف العبء على كاهل المواطنين موسيقى تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف العباء عن كاهل المواطنين واستمراراً لهذا الدور فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات توزيع هذه العبوات يتم تحت مضلة مبادرة كلنا واحد مبادرة مأمور أقسام ومراكز الشرطة ومن خلال مأموريات من مدريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع ربنا يخل الريس ويزيدوا من نعيم الله بعلوا شهر مبروك وسنة مبروك عليكم وعا الأمة كلها وحضرة الريس بلاده في يوم تعيش البلد مبتقاش والأهم البلد ظهرها ما بينحني يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب ويكفيكم شرق دين الناس الغدرة كنساون طيب حاجة كنساون طيب يا بلادي في كل الأزمنا ووقتي لما تحتاجينا إحنا دايماً هنا لمر حسد بخوف وأدي الصروف شكراً شكراً لعبد الفتاح السيسو للداخلية لو خدت تخدي مني روحي دي روحي هيا وهو وقف الدنيا أغلى إشهادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم دي هداية بسيطة من سيد رئيس الجمهورية كل سلام أنت طيبة وعيد سعيد عليك إحنا مصر ومصر إحنا في كل ساعة والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلبنا بعد الديني دين يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب دي هداية السادة واقس لكي وكل سنة وأنت طيبة ربنا يخلهنا ويبرش لنا فيه كل سنة وأنت طيبة لا يخليه ربنا يبرشه يا رب هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجاً وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن ووقتي لما تحتاجينا إحنا دايماً هنا لمر حسيت بخوف وأدي الصروف مفيش أي قوة تهسنا لو خدت تخدي مني روحي دي روحي هيل وهو إيه في الدنيا؟ إحنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معاني الله يباريكم كل سنة وأنتوا طيبين كل سنة وأنتوا طيبين وربنا يخليكم لنا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هنديلك عدية وأدي المسؤولية أنا بشكر سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجايل لحد هنا وربنا يعينه يقويه وشكراً على الهدي بشكر سعادة الرئيس عن مبادر رئيس وكل عموة طيب ربنا يخليك لنا يا رئيس وقال في شك ولدها أبطل أسود وأدي العهود وجوه قلوبهم حبها يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنبك تمالي ومنك قريب أنا جنبك عينية وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واخدى على الغري في كل دين بطل تمالي شايل إسمها لسانواتو طيبين ويا رب الناس كلها تكون بخير وبأمان وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا مؤمنين وحبا متسين في كل دين بعتنا هديات مع المأمور وربنا يبريك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا مؤمنين وحبا متسين في كل دين بطل تمالي شايل إسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرة هاتجة زمان هو بلدي جد تاريخ من بعد كل سنواتو طيب نحن نشكر سيادة الرئيس أن نفاكر الناس في العياد وفي المناسبات الطيبة ونقوله كل سنواتو طيب شرطة ولا شعب حبها بقلبنا بعد الدين قدمتم ذخرا لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة تحية مصر تحية مصر تحية مصر ومنك قريب أنا الدينك علي وقد المسئولية وشرطة شعب أحنا إدنا وحدة على الغريب الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية لذا تتنوع وتتواصل المبادرات ومنها مبادرة مأمور أقسام ومراكز الشرطة والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ربنا يكرمه وطول عمره واستره وعينه على مصر كله وطول لنا مؤمنين وطول تهامي سنين ترجمة نانسي قنقر